الشخص النرجسي بيحس ناحية نفسه بكمية عظمة ملهاش حدود وما بيحسش ابدا باي نوع من التعاطف ناحية الاخرين ومحتاج لدرجة الجنون للاعجاب بنفسه عنده اقتناع كامل بانه يستحق معاملة من نوع خاص وانه دايما احسن من شخص تاني واحسن من اي حد وافضل شخص في كل حاجة بيعملها الصفات النرجسية دي بتظهر بعد بلغة الانسان وبيكبر وبيكون عنده استعداد لتكوين علاقات وبتظهر الصفات النرجسية دي ممكن جوه الاسرة كمان يعني من الاب او الام او الاخت او الاخ بالاضافة لانها بكل تأكيد بتقابلها مع صديقك او مديرك في العمل او زوج او زوجة يعني الشخصية النرجسية دي ممكن تقابلها في كل حياتك علشان تكون قادر انك تفهم السلوك النرجسي لازم تواجه شخص نرجسي وبشكل مباشر يعني لازم تشوف ده بنفسك وإلا هتلاقي ان من الصعب عليك انك تصدق اللي بتقال ليك عن شخص وإيه اللي ممكن يعمله الشخص ده فيك كتير من الضحايا بيكونوا محتاجين مخطط يمشوا عليه او دليل يفهموا ازاي يقدروا يتجهلوا النرجسي لما بتكون في علاقة طبيعية من الممكن جدا انك تشارك اسرارك ومخاوفك والحاجات اللي بتقلقك مع الشخص اللي انت بتحبه ولكن النرجسي ما بيقدرش يعمل كده لانه ما بيقدرش يظهر اي نوع من التعاطف او الاهتمام باي شخص تاني غيره بيعتقد انه مميز جدا في كل شيء وبيدور على اشخاص بيعتقد انهم مش مميزين باي شكل من الاشكال علشان يقدر يغزي غروره واحترامه لنفسه واللي في الغالب بيكون قليل جدا ما بيقدرش ابدا انه يتحمل النقد وبيكون دايما عايز الناس تفكر فيه قوي ومشغولة بيه جدا اذا انت فكرت تعمل العكس هيبدأ يهجمك بشكل وحش جدا لانك اسقت له وحسسته بالخطر ناحية نفسه افضل حاجة بالنسبالك انك ما تبقاش مضطر للتعامل مع شخص نرجسي ولكن للأسف معظمنا وقع في المشكلة دي وبنلاقي نفسنا بنكافح علشان نخرج من حفرة وقعنا فيها بدون رغبتنا علشان خاطر نفسك حاول تتعلم ازاي تقدر تكتشف الشخص النرجسي وطريقة التعامل معه واسلوبه في الاساء وكمان تحاول تتعلم ازاي تتجاهل نرجسي في العادي مش من الصعب ابدا انك تقدر تكتشف الشخص النرجسي ولكن المشكلة الحقيقية بتكون لما بتقابل نرجسي خطير او نرجسي خفي وده اللي بيكون بيتظاهر انه حد كويس وبيمثل عليك انه انسان طبيعي وطيب لحد ما تقع في الحب بدون وعي منك او ارادة وتقع في شباكه ومش بيديك اي فرصة للهرب من سيطرته وتعيش للأسف تحت رحمته للأسف هي دي نفس الحكاية اللي بتحصل على طول في الاول كل حاجة تمام وبتكون جميلة جدا ومثالية وبتحس وقتها انك محظوظ جدا لانك خلاص لقيت اللي بتحلم به الشخص اللي بيحبك ومستعد يروح لاخر العالم علشانك لدرجة انك هتستكتر على نفسك كمية السعادة اللي انت حاسسها معاك ولكن للأسف كل ده مش هيطول وبعد شوية هتلاقي هتبدأ تشوف وشه الحقيقي كل الاقناعة بتبدأ تسقط وبتنتهي مرحلة شهر العسل ويبدأ يعمل حاجات ما فيهاش غير ايساءة ووجع وايهانة لك للأسف بيتلعب النرجسي بيك وبيتحكم بيك ولكن انت مش هتقدر تفكر ابدا في انه فعلا بيعمل فيك كده ولا هتتصور ان ده ممكن يحصل منه هتفتكر ان دي كلها مجرد اخطاء وهتقول لنفسك ان اي حد ممكن يغلط او يخطئ وان ما فيش حد كامل وكل ده تبرير انت بتقدمه لنفسك بسبب صدمتك فيه ومفاجئتك من الصورة اللي هو عليها اللي انت هتكون فيه في المرحلة دي عدم تسديق لاي اساءة بتصدر منه وهتتجاهل اي شيء مسيء بيحصل منه معاك لحد ما بعد فترة بتلاقي نفسك عايش في جحيم نرجيسي مفيش منه اي مخرج ابدا زي ما قلت قبل كده مش كل النرجيسيين زي بعض وفيه انواع تقدر تتعرف عليها بسرعة ولكن فيه انواع منها ما بتقدرش تتعرف عليها بسهولة غير لو انت اتعاملت معاه قبل كده او كان ليك تجربة سبقة مع نرجيسي وفهمت اساليبه كويس في الوقت اللي بتكتشف فيه ان كل اللي انت كنت عايش فيه ده كان اكاذيب بتكون وصلت المرحلة ان تم استنزافك واستولى فيه على كل حاجة فيك في الوقت ده انت بتكون زي المسجون جوه جسمك والنرجيسي بيكون غسل دماغك وبيحولك لحاجة ما كنتش تتمنها ابدا علشان كده علشان تقدر تمنع كل ده يحصل معاك لازم تعرف كويس قوي ازاي تكتشف الشخص النرجيسي وازاي تقدر تتعامل معاه النرجيسي اهم حاجة بالنسبة له نفسه وما بيتكلمش غير عن نفسه ودي اوضح علامة لنرجيسي وتقدر تلاحظها بسهولة في تعاملك معاه لما بتكون بتتعامل مع شخص لأول مرة حاول انت ما تتكلمش كتير هتلاقيه هو بيتكلم عن نفسه حتى لو انت قلت اي حاجة في حوارك معاه هتلاقيه بيوجه اي كلام لانه يكون عن نفسه بردول اللي مطلوب منك لما تتأكد من الحالة اللي انت بتتعامل معاه دي نرجيسية خليه تكلم زي ما هو عايز لو انت مقدرتش اصلا تنهي الحوار وخليه فتكر انك فعلا مقتنع بيه وبكلامه ومع اول فرصة تهرب باي شكل يعني تمشي وما تبصش وراك تاني النرجيسي بيغضب بشدة لما بيحس بانه تأزع كلنا بنغضب لكن بكل تأكيد الغضب الطبيعي ما بيوصلش لانه يكون غضب بجنون وده بالزبط اللي بيحصل له في غضبه وبيكون من الصعبة جدا السيطرة على غضبه ده خلي بالك النرجيسي ما بيحسش بالحزن زي الناس الطبيعية الا لو كان علشان ينجح في خطة معينة محتاج يظهر فيها انه حزين لان النرجيسي واوعى تنسى حاجة زي دي ابدا ما عندوش اي نوع من التعاطف مع الاخرين علشان كده عمره ما هيحس ولا حيفهم قلمك او قلم اي حد تاني هيحاول دايما انه يلومك على اي تقصير منك وبيعرف يعمل ده كويس جدا انه يحملك المسئولية على اي تصرفات خطأ له اللي مطلوب تعمله انك ما تسمحلوش ابدا انه يتلاعب بعقلك بانه يخليك تحس بالزنب ناحية حاجات انت ما عملتهاش هو بيحاول يخليك تؤمن بحاجات ما حصلتش بيحاول يقنعك انك مجنون وبيخليك تسق فيه هو لان انت خلاص ما بقتش واسق من نفسك ولا من رؤيتك للامور الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها في حالة زي دي انك تهدد انك هتسيب العلاقة وتعمل كده فعلا ده هيصير غضبه بشكل رهيب جدا وبشدة لان مش من اي حد انه يبعد عنه وانت بالفعل عملت كده وخلاص لازم لازم تقطع العلاقة بالشكل ده لازم تخليك شجاع وانت واقف في وش النرجسي وصدقني مش هيكون قادر انه يأذيك لو شافك قوي ومش خايف منه النرجسي ما بيعرفش يعيش بالتزام معين او بقواعد معينة النرجسي دايما حاسس ان القواعد والالتزامات دي ما بتنطبقش عليه لانه عيب في حقه انه يمشي على التزام هو شايف من وجهة نظره انه مفروض عليه من حد تاني لانه شايف انه مفروض يعيش بطريقته وطول علاقتك به هيظهر لك دايما انه ما بيهتمش باي حاجة فيها التزام من ناحيته او اي حاجة انت شايف انها صح بالنسبة له اللي مفروض تعمله انك تحاول تلاحظ ده في اقرب وقت ممكن ولو لقيته ما بيحترمش الطريقة اللي انت عايش بها والحاجات اللي انت بتحس بها انها مهمة بالنسبة لك يبقى تعرف انه مش بيحترمك ولازم تبعد عن العلاقة دي فاقرب وقت ممكن لان الحال هيكون اسوأ من هنا ورايح النرجس هي بيحاول يسيطر عليك هتحس دايما انه بيرقبك وعينه عليك في كل حركة بتعملها او كل كلمة بتقولها وهيفرض نفسه تماما على كل كبيرة وصغيرة في حياتك وهيرتب حياتك ويتدخل فيها بطريقته وزي ما هو عايز وكمان هيمنعك انك تقول اللي انت عايزه ومن اهم الحاجات اللي هتلحظها انه هيقاطع كلامك باستمرار لانه بيحس ان اللي المفروض يقوله هو اهم بكتير من اللي انت عايز تقوله اللي المفروض تعمله خلاف انك تتركه انك تتجاهل كل حاجة بيقولها وتعمل اللي انت شايفه صح وما تدلوش اي فرصة يتحكم فيك اوعى ابدا تردخل شروطه لانها كلها هتلاقيها في صالحه هو وهتكون ضرر ليك انت من المحتمل في الوقت ده انه يصاب بالجنون ولكن على ما يوصل هو للجنون ده حاول تكون بالفعل بعيد عنه فعلا النرجسي ما بيحترمش حدودك ابدا النرجسي بيعتقد ان حدودك دي ما لهاش اي لازمة ولا اهمية وهيفضل يتجاوز حدودك دي لحد ما يدمرك تماما هتلاقي نرجسي بيطلب منك تعمل حاجات انت مش مرتاح لها واذا انت رفضت مش هيتقبل منك ابدا رفضك ده وهيخطط للانتقام منك ومعاقبتك على رفضك ده ومحاولة اجبارك انك تعمل اي حاجة بيطلبها منك اللي مطلوب منك تعمله في الوقت ده انك تكون قوي وصادق مع نفسك وما تعملش اي حاجة انت حاسس انها مش صحة او اللي انت متحسش انك مرتاح معها بالتأكيد في حاجة جواب بتقولك ايه الصح وفيه وايه الغلط ما تسمحلوش ابدا انه يحصل منك على حاجة انت مش راضي عنها او انه يجبرك تعمل اللي مش مريح بالنسبة لك ودلوقتي بعد معرفنا ازاي نكتشف الشخص النرجسي وازاي نتعامل معاه يلا بينا نعرف ان نرجسي بيتلاعب بيك ازاي اكتر حاجة نرجسي محترف فيها وبيعرف يعملها كويس قوي هو استعدتك للعلاقة مرة تانية والموضوع ده بيعمله معاك لما بيلاقيك قررت انك خلاص ما بقيتش متحمل الاساءة والاسلوب المؤلم بتاعه اثناء العلاقة وانك خلاص قررت ان ده مش هيحصل معاك تاني اقوى سلاح للنرجسي بيستخدمه معاك اول ما يحس انك بدأت تعرف قيمة نفسك بعد ما اصبحت من غير اي قيمة في علاقتك مع شخص نرجسي خفي الاسلوب ده جماعة بيعمله النرجسي لاستعادة الضحية مرة تانية للعلاقة المسيئة كمان النرجسي بيبدأ يحط تفسيرات خطأ لافكارك وعواطفك اللي انت بتحس بيها لو فرضنا ان النرجسي عنده القدرة على انه يقرأ افكارك وللاسف ده فعلا احتمال تلاقيه شيء حقي جدا علشان لما النرجسي بيبدأ يتجاهل عواطفك ومشاعرك وافكارك بيخليك تحس انك بقيت مجنون وهو هنا بيكون قادر يقرأ عقلك ويعرف انت بتفكر في ايه بتلاحظ ده جدا في كل مرة بتحاول تتكلم معاه او تشتكي من اساءاته بتلاقيه قاطع كلامك وعلشان هو عارف انت عايز تقول ايه ويبدأ هو يقول تفسيرات على مزاجه لان النرجسي ما بيخطرش في باله ابدا انه من الممكن يكون غلطان او مخطئ في تصرفاته لما بتحاول تاخد موقف لنفسك وتواجه النرجسي به هيخلي الحقيقة تبان حاجة تانية خالص النرجسي بيعرف كويس جدا يغير الموضوع لما بتيجي تواجه النرجسي بحاجة عملها بتلاقيه بيغير الموضوع باحتراف لحاجة تانية خالص علشان يبعد الانتباه والتركيز عنه هو في الموضوع ده هيبدأ النرجسي يجيب لك اخطاء ليك من سنين ويرميها في وشك علشان يظهر نفسه هو الضحية والطريقة دي اساسية جدا عند النرجسي وشواطر جدا فيها لما بيحصل منك اي خطأ ما بيتكلمش عنه النرجسي في وقته ولا بيواجهك به ويحتفظ به لوقت مناسب له هو النرجسي بيطردك وبيعمل معاك حملة تشويه السمعة النرجسي بيبزل اقصى ما عنده علشان يظهر للناس ان انت الشخص السام وان انت اللي دمرته هو مش هو النرجسي بيشوهك وبيتكلم عنك من ورى ظهرك لان هدفه النهائي انك ما تلاقيش حد يسمعلك ويحسسك ان ما عندكش اي مكان تروح له وتقدر تلجأ له بعيد عنه النرجسي هيقول لأصدقائك واحبابك اللي بيحبوك حاجات مش حقيقية عنك بغرض انه يخليهم يبعدوا عنك ويقطعوا علاقتهم بيك لكن في الوقت ده انت هتعرف كويس مين اصدقائك الحقيقيين ومين اللي بيحبك بجد ومين اللي بينافقك النرجسي هيستخدم السخرية والتعاطف معاك الغرض الاساسي من كده انه يخليك تحس بقلة ايما ناحية نفسك لما تلاقيه بيدحك على كلامك وبيصخر منك ومن اي حاجة بتعملها علشان يحسسك انك ولا حاجة ولما بتشتكي من الطريقة دي بان فيها اهانة ليك بيتهمك بان انت مش فكاهي ومش بتحب الهزار الطريقة دي طبعا بتخليك تحس انك مش طبيعي وتبدأ تشك في نفسك بان انت اللي مش عارف تتعامل معاه والحقيقة ان كل اللي بيحصل ده مش لحاجة اكتر من الاساءة ليك وازيتك في النهاية بعد استخدام الطريقة دي معاك بيوصل بيك الحال انك تحس انه مفروض ما تتكلمش خالص وهو ده اللي هو عايزه بالزبط انك تشك في نفسك وما تتكلمش خالص النرجسي هيستخدم معاك اسلوب الجاز لايتنج اسلوب الاساءة ده من اكتر الاساليب شهرة عند النرجسي لانه بسيط جدا وسهل يعمله معاك كل اللي النرجسي عايز يكون متأكد منه انك مش هتترك العلاقة ابدا لان انت ما تقدرش تعيش لوحدك بيكون عايزك ما تقدرش تعيش من غيره كمان ده بيضيع تماما احترامك لنفسك لانه بيخليك تؤمن بحاجات مش حقيقية بتخليك تشك في سلامة عقلك وتبدأ تتصق في الشخص النرجسي اللي بيسقلك ده لان انت بقيت معتقد انك مش فاهم ولا قادر تحكم على الامور زيه النرجسي هينتقدك ويطلب منك تعمل المستحيل لما بتلاقي انك دايما مش عارف تعمل حاجة من اللي بيطلبها منك النرجسي بتحس انك مالكش اهمية او قدرة على فعل اي حاجة حتى لو في حاجة عملتها صح هيلاقي النرجسي اي حاجة يقدر ينتقدها في اللي انت عملته علشان يقلل منه من الصعب جدا يا جماعة ان الانسان يعيش حياة كلها انتقاد والانتقاد ده بيكون غرضه الاساءة مش المساندة او الدعم والغرض من الطريقة دي انه يخليك تحس انك مش قادر تعمل اي حاجة ولا ليك اي اهمية مفروض تكون مبسوط لمجرد انه سمحلك بالاستمرار في علاقتك بيه بمجرد ما بتشوف اساليب التلاعب دي في العلاقة وتقرر تغادر لازم تكون عارف ازاي تتعامل مع العواقب اللي بتحصل بعد العلاقة واللي بكل تأكيد بيكون لها تأثير يعني واضح على صحتك الجسدية والنفسية والعقلية لازم تستعيد احترامك لنفسك واحساسك بقيمتها بعد علاقتك بالنرجسي وتعرضك لكمية الاساءة دي بتحس انك متكسر لمليون حتة ومطلوب منك تجمع نفسك مرة تانية وتقدر تكمل حياتك تاني خصوصا ان بعد انتهاء علاقتك بالنرجسي بتحس دايما بالوحدة والضياع بتحس دايما بانك خايف وفاقد لكرمتك اللي النرجسي ما سابش حاجة مهينة غير وعمالها معاك الخوف اللي بتحسه ده بيفضل معاك وبتحس وقتها انك خايف من اي حاجة وخايف من ان حاجة تحصل زي دي مرة تانية لكن مطلوب منك انك ما تستسلمش ابدا للإحساس ده ولازم تكمل حياتك انت لسه عايش وحياتك قدامك احساس الضعف والخوف بعد ما ابتصق بالشخص النرجسي ده وهو عملك باستغلال وإساءة وهتكون جواك احساس بالخوف دايما على نفسك لازم تتعلم ازاي تتجاوز الخوف ده وما تخجلش ابدا من الاحساس بالخوف والضعف اللي انت حاسسهم دول لان دي نتيجة طبيعية جدا للإساءة اللي انت تعرضت لها لكن انت هتقدر تتجاوزها وتعالج نفسك منها علشان ترجع تاني لحياتك الحقيقة ان هو ده اللي المفروض تعيش علشانه فعلا بتحاول تداري التجربة الانرجسية وتخليها سر جواك بكل تأكيد انت بتكون في مرحلة بتحس ان العالم كله منهار حواليك وكل حاجة حلمت بيها وكانت جميلة في الاول اتحولت لكابوس مؤلم وهتلاقي نفسك بتتجنب بتتكلم عن التجربتك دي ممكن يكون تصرفك ده يكون خوف من ان الاخرين يقولوا لك انك ما سمعتش كلامهم من الاول لو كان يعني في حد نصحك بتارك العلاقة وانت ما سمعتش كلامه مثلا او ان الناس تحكم عليك من خلال التجربة دي كمان بسبب خوفك ان التجربة دي تحصل معاك تاني علشان كده بتحاول تكون حذر اكتر من الاول وبتكرر انك ما تدخلش في علاقات مرة تانية او انك تدخل في علاقة عطفية مرة تانية بسبب خوفك من التجربة القلق بقى مالي حياتك بشكل رهيب جدا كل حاجة في العلاقة النرجسية بتيجي في دماغك مش قادر تنسى تجربتك المؤلمة دي وكمان القلق من انه ممكن يحاول يجذبك له مرة تانية ويغسل لك دماغك زي ما عمل قبل كده بتكون حاسس في الفترة دي انك مش هترجع لطبيعتك مرة تانية هتبدأ تشك في كل اللي حواليك في الوقت ده بعد انتهاء علاقتك بالنرجسية بتبدأ تعتقد ان كل الناس زيه وبتحس ان ما بقاش فيه حد كويس والاحساس ده بيفضل معلق في دماغك بسبب اللي انت شفته معا بتحس ان اي حد بتقابله بتبصله من خلال تجربتك النرجسية السابقة دي وبتحس ان اي حد بيتقرب منك بيكون برضو عايز يستغلك ويستنزفك بتكون في الفترة دي خايف جدا تظهر مشاعرك الحقيقية بسبب خوفك من ان حد يستغلها لصالحه وان انت خلاص ما بقاش فيه مكان في قلبك لاي مشاعر رومانسية تانية لكن صدقني مش صح ابدا ان انا نحكم على كل الناس بسبب تجربة مؤلمة او نحكم على كل الناس انهم سيئين بسبب ان فيه شخص قابلناه وطلع سيئ وبالتأكيد ربنا هيعوضك عن الالم اللي انت عيشته وهتقابل الشخص اللي قدرك بجد واللي كان مفروض تقابله من البداية بسبب انك كنت متعود على انك تتقبل اللوم ومتعود انك تعتذر عن اي حاجة عملتها او ما عملتهاش وكنت بتتقبل دايما ان اي حاجة خطأ حصلت بسببك انت للأسف مع الوقت بتبدأ تعتقد ان فعلا اللي حصل ده كان بسببك انت نفسك بتعمل نفس الشيء ولكن لازم تعرف انك مش مطلوب منك اي اعتذار لاي حد بعد كده بعد العلاقة النرجسية الموسيقى بتحس الضحية جماعة انها مش قادرة حتى تبص النفسها في المراية لان كل ما بتعمل كده بتشوف نفسك حزين ومرهق وتعبان من الحياة اللي انت عاشتها بتحس انه اخد وسرق منك كل حاجة حلوة فيك ما سبلكش غير انسان تعبان ومرهق واللي ما عندوش اي امل في انه يعيش مرة تانية وبسبب الاحساس ده بتحس الضحية انها بتكره نفسها وبتكره كل حاجة حلوة فيها لكن مطلوب منك دلوقتي انك تكون قوي علشان تبدأ ترجع للشكل اللي كنت عليه لما كنت بتبصله في المراية قبل علاقتك بالنرجسي اللي عايزين نقول يا جماعة ان اهم حاجة في كل الموضوع ده انك تعرف الطريقة الصح انك تتجاهل النرجسي وانك تعرف ازاي ما تسمحلوش يدخل جوه عقلك وتحرمه من اي سلطة ممكنة يعتقد انه ممكن يمرس عليك تجاهل الشخص النرجسي حاجة اساسية علشان تقدر تكمل حياتك وتعيشها بشكل افضل لكن المهم دلوقتي انك لازم تتجاهل النرجسي علشان خطته تفشل وتنجو انت بنفسك منها اول حاجة تعملها علشان تتجاهل النرجسي انك تعرف ان التجاهل ده وسيلة لانك تأذيه اي حد بعد تعرضه للإساءة من اي شخص بيكون عنده رغبة في الانتقام منه وبتكون نفسك تخلي الشخص اللي ازاك ده يعاني زي ما انت عانيت بالزبط ولكن الامور ما بتمشيش بالطريقة دي مع النرجسي لان من الصعب جدا التلاعب بشخص هو اساسا محترف تلاعب وهيعرف ازاي يقلب الترابيزة او يقلب التلاعب اللي انت بتحاول تعمله معاه ده يقلبه طبعا ضدك ويرجعك لوضع الضحية مرة تانية لو انت فعلا عايز تتعافى وتأذيه بجد فافضل طريقة للتعامل معاه هي التجاهل لما ما تديش للنرجسي الاهتمام اللي هو عايزه انت كده بتأذيه اكتر من اي حاجة تانية وما تحاولش تعرف ازا كان هو فعلا حاسس بالقلم او الازى من تجاهلك ده ولا لا يعني تتصرف كأنه مش موجود لان محاولاتك دي هتخليه يحس باهميته ويحس انه لسه شغلك ومسيطر عليك كل اللي عليك بس انك تعتبره مش موجود وتركز على نفسك انت وعلى شفاءك من العلاقة المسيئة دي وصدقني ده هيدمره تماما الحاجة اللي بعد كده علشان تتجاهل النرجسي ما تخليهوش يحس بالرضى عن نفسه ابدا النرجسي يا جماعة مش شخص عادي لانه عايش على الصراعات والإساءة والقلم للاخرين بيحس دايما من جواب عدم الرضى عن نفسه ورأيه في نفسه متدني جدا وعلشان كده احساسه لوهم بالغرور والاهمية بيكون علشان يداري حقيقته دي علشان كده لما انت بتدي للنرجسي الاحساس بالرضى وتتفاعل معاه في افكاره السامة دي فانت كده بتغزي روحه النرجسية وبس اما لما بتتجاهل الشخص النرجسي فانت كده بتحرمه من الأكل أو الغذاء اللي بيخليه يقدر يعيش ويبدأ يموت على البطيء من الداخل لما بتبدأ انك تتجاهل النرجسي بتفتكر انك كده خلاص قدرت تتحرر منه ولكن للأسف ده مش صح وهو عارف كده لانه عارف انه قدري يخليك مدمن عليه وعارف باحتياجاتك او احتياجك للجرعة اللي انت بتحصل عليها منه لانه بقى زي المخدر بالنسبة لك علشان كده انرجسي بينتظر الوقت المناسب من غير ما يحاول حتى يتصل بيك واول ما بتقع في مشكلة او بتتعرض لأزمة معينة بيبدأ هجومه عليك وانت فاضعف حالتك ودي لما بتبدأ تشك في نفسك وفي قدرتك على انك تقدر فعلا تعيش وتكمل حياتك من غيره مع وعود منه بقى بانه هيتغير وهيكون انسان تاني علشان يضمن انك مش هترفض رجوعه ليك مرة تانية ولكن مع الوقت بيرجع كل شيء الوضع الاساسي والعلاقة بترجع لأسوأ مما كانت لازم زي ما بتتجاهل نرجسي تتجاهل فكرة انك مفروض في يوم من الايام بترجع له لازم تتجاهل كل اكاذيبه ووعوده بانه هيتغير لانه مش ممكن هيتغير اللي بيقوله ده مجرد اسلوب منه علشان يقدر يغريك بالعودة للعلاقة المسيئة مرة تانية حاول تحافظ على تجاهل الكامل تجاهلك الكامل له وبالذات في اللحظات اللي بتكون فيها في ازمة او بتتعرض لمشكلة صدقني هتقدر تنزع سلاح الانرجسي واتخليه هو بنفسه ومش عاوز يرجع للعلاقة تاني اكبر ضربة ممكن توجهها الانرجسي انك تبدأ تحب نفسك وتفضلها على اي حاجة تانية لو بقيت صادق مع نفسك وما تشكتش ابدا في اي تصرف انت بتعمله مش هيقدر يتلاعب بيك ابدا لما بتكون قوي وما تسمحش لحد انه يتلاعب بيك مش هيعرف يأذيك بأساليب التلاعب العقلية اللي بيعملها معاك الانرجسي بيبقى عاجز تماما لما بيلاقي ان ضحيته قدرت تسترجع نفسها واحساسها بنفسها وبكرامتها وقيمتها وقصة الحب الكتبة اللي كانت بينك وبينه هتنتهي وللابد كأنها ما حصلتش